أسألك سؤال قد يبدو منطقية قد حمدر صدق إزاي مش موجود في فريق في الدورة دلوقتي مش عارف والله يعني ما حصلش يعني عارف آخر حاجة كنت طبعا موضوع الهلال السوداني والمشكلة كنت حصلت دي طبعا يمكن من ساعتها ما حصلش نصيب يعني حصل كلام في بعض قندية مرة من عندي مرة من عندهم ما حصلش اتفاقي يعني والدور اشتغل بيجي لعروض من بره بس بتوقع يعني مش عايز ارجع في حاجة عايز ارجع في حاجة يعني ايه تلبية موحي نقدر اقضر اعمل حاجة ترجع بشكل اعطوصي ان الفرق حتى اللي في مصر هنا لما كنت بتطلب منك وانت كنت بتعتذر فانت شايف ان الفرق ممكن ما يبقاش عندها الامكانيات الخديج تقدر تنجح فمش عايز تبقى موجود في الاتارضة يعني بنسبة كبيرة يعني فيه بنختلف في حاجات معينة مرة اختلفنا بالجهاز مرة اختلفنا بس ما تخلفناش في امور مادية خالص اه وبعا كده فجئت ان حد من اللي بيكلمي كان حصل كلام في ناديين بالزبط كده هوت الفترة اللي فاتت فحد بيقولي اصد انت طلبت غالي وانا ما تكلمتش بحد خالص في موضوع الماديات اصلا اه فتبدأ تشمع حد من مجلس الادارة مش حد من بره بيقولي اصد انت عن الطرابزة فجئنا انت طالب مبلغ كذا رخم كبير فالناس اعترض بشكل كبير فالطول ما حصلش خالص الكرام ده خالص مم فممكن حد يديك حتة صغيرة هو بس الرزق والنصيب طبعا مية في المية وانت بتحضر نفسك بيقول فترة طولت شوية ايوة مدايقاني بشكل شوية بتاعت تدايقيني اه مش متعود انا ممكن الحمد لله ممكن ساعد من بطالة طرقات من سنة فاتت الحمد لله بتبقى مطلوب وبتروح وبتحقق وده شغلك يعني وعشان هي مش حاجة منطقية يعني مش عشان حضرتك قدامي حنا بنتكلم في سي في مليان بالانجازات والبطولات وكل حاجة جيدة فطبيعي لما يبقى مسلا فيه مدرب اه بيشتغل اي مدرب ميبقاش بيشتغل بيبقاش عليك زي حرك بالدائي كده بس انا دلوقت انا انا مينفعش بقى يا عشكاس قالتك السؤال ده وتقولت هو ازاي كبا النهاردة انا بتتكلم مع زمايلي كده حمد السودية جامعة النهاردة الموديل الفني ماينفعش ميبقاش الموديل الفني الحاجة منفعش لا ان شاء الله قريب بإذننا خطأ كبير يعني خطأ كبير من اللي موجودين او البنلي كان حصل كلام كان قريب قوي كنا في الجزائر حاجات في الجزائر هي واتكلمنا وبتاع يمكن كان فيهم فضلة بيني وبالمنزرتي البنزرتي روح موليدت الجزائر اه يا انت كنت قريب من مداريات الجزائر اه لا كلمنا وحفي حوارات حصل يعني عارب يتكلم معاك وبيشوف كلامك وبيشوف فبيقيم سبيهات عنده فكان بيني بالمنزرتي طبعا نسبة كبيرة ايضا دارب كبير طبعا حتى كان موجود اول منزر كبير هو راح تقريبا الرجاء فيعني ما حصلش نصيف الحمد لله ده بالنسبة لعندية الدولة وحتى خارج مصر يعني